طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمسلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي بليز اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي لطمن قلبكو وهو اللي هيخاركو من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية نقرب مش ننعزل نقرب بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هيش حاجة يعني تخوف ما تقلووش كوين اف تنتيكلز ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياطور يمكن البنزين اللي كان عشرة ساق ولا وين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس اين عمليها تكون مرايحة تطور عن اللي انت فيه ايا كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هديد اكتر انت محترف حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة من شخصين حيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش تعد من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن بالله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزو يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمي هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترو بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفحة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثالي للمثال هو ليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكثر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش متحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كدا دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد سترنت يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد قرد ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر القدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بطبطب ومش لازم يكون بطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بطبطب على اللي حواليك لا تستعمل معاه دي بيوميسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لأ لقد الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمايل في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعد حتك دي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر سلاسة واكثر حزن ان شاء الله رياح حلوة زي ما عنتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة الرب من ربنا ودهيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عادت صح مرسية عزق باتنا انا اتغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل الصراحة بس هو الخطة انه هو يوم ايوم لا وحاول على قد مقدر ان انا اضبط الرتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت فيه حاجة جواد غيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسام هزي من برج التور دي مرحلة تقول لا يا زينب ما تعيتيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسي يا مارو عشر تسلم ايبك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة ها هههاء او الله يابنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي تقوله صح مرسية بسمة جدا صح اشكولك يا شوايماء طبعا ياسيف لاعلم الغابة الا الله طبعا عنعم بالله طيب يلا نشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يا رب يكون حاجات كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا انت سمعت يقريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي تمانين يقوليني انت سمعتها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها فقان هي لايف بيهم عشان خطي يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هم كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فهم قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القرية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الراية الجنرال بتاعتها في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماع حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شيكك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عامل ازاي يعني سواد السماء سودا يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش ربيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو حيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا جنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة حاجة حلوة قوي قوي انت يطور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس شخص كويس شخص كويس شكرا شكرا